طيب حنبدأ كده باسم الله في الاني تي ست اخر وحدة عندك في الترمي ده ان شاء الله اللي هي كسك تو يم ماذا تحب كلمة كسك لوحدها باداة استفام زي وقت كده في الانجليش معناها ماذا ودي كده معناها انت والفرب الجديد ده اللي حيكون معناه في الوحدة دي دي كده انت والفرب ده معناه ايه يحب فهنا ماذا تحب ماذا تحب طيب طيب الوحدة دي اول جزء بيقابلني فيها كده الفواكه لفغوين تمام وطبعا الفواكه فيها مذكر ومؤنس بس لو احنا بصينا في الجدول ده الحمد لله تقريبا اهو كل مؤنس معادل مش مش فحتبقى سهل علينا برضو ان احنا نفتكر تمام يبقى كل الفواكه اللي في منهاجنا طبعا فيه فواكه تانية مش موجودة هنا تمام بس بالنسبة للفواكه اللي في منهاجنا كلها مؤنسة معادة مين معادة فكة المش مش عندي هنا موز اين بانان اين بانان انا بغيكو وخليلي بالك من ابركو دي اللي بدأ بفوايل عشان عايزينها في موضوع كده كمان شوية انا بغيكو انا بغيكو لأ ما انا مش اول مش رح هلاقي الريزهند انا لسه ما قلتش هيك فمش حلتفت للريزهند دلوقتي تركز معي ابراهيم انا بغيكو اين وغانج اين وغانج اين بش اين بش اين بواغ اين بواغ اين بوم اين بوم الحمد لله الدنيا هتبقى سهلة معي في الحفظ كلهو في ميناء في ميناء مؤنس في ميناء مؤنس معادة الاستاذ مش مش هو اللي مذكر مش يا استاذ مش مش انت بس اللي مذكر في الجدول ده طيب الوحدة اللي فاتت كان عندنا فاغ بمتغ يرتدي لان الوحدة كانت كلها ملابس طيب في الوحدة دي عندي فربين عندي فربين بس الحمد لله هحفظ منهم بس فرب واحد بتصريفاته الفرب التاني هحفظه مصدر زي ما هم ايه هم الفربين اللي حفظ المحتاجاهم طول الوقت في الوحدة السابعة دي اول حاجة عندي هنا فاغ بيمي بمعنى يوحب بغ بيمي طيب خلينا كده ناخده تاتا تاتا كده الفرب ده تعال ورايا كده يا فرب عشان عايزك في موضوع الفرب ده مجموعة اولى طيب الحمد لله هفعل المجموعة الاولى حبيب الحلوين بقى هم اللي اشتر مني في التصريفات فيها هم اللي بيصرفوها اشتر من انا الفرب ده هصرف فرب تاني انا مجموعة اولى واسبلكو انا فرب ايمينتو اللي اتصرفوه طيب خلينا ناخد فرب زي فرب جوي فاكرين فرب جوي عيوة اللي بتنتهي بالاو اخ شطورة يرتال اللي بتنتهي بالاو اخ افعال المجموعة الاولى هي الافعال اللي بتنتهي بالحرفين ده الاول ما شوفها افرح جدا ليه يعني افرح ليه هقولك ليه لاني فعلا سهلة جدا في تصريفاتها مفي وليها طريقة ثابتة كده في الايه في التصريف طيب لما اجي اصرفها مع الضمير ج الج قالت ايه انا هحزف ال او اخ وحط بدلها حرف ال ا مع اي فرب او مع اي فرب مجموعة اولى خلي بالكو انا بيراجع دلوقتي وحسألكو واحد واحد خلي مش هيجاوب معايا هعرف ان هو كان بيلعب والميس بتشرح ها الضمير ج قال لي انا هحزف ال او اغ وحط بدلو حرف ال ا جميل طيب الضمير تو قال لي يا ميس انا هحزف ال او اغ وحط بدلو او اس هيحط الحرفين دول احفظوا النهايات جميل طب حاجة عندي ال و ال و اون الله ده واخدين زي الضمير ج بالزبط اه ما في المجموعة الاولى فقط كان عندك الضمير ج والضمير ال و ال و اون كانوا صحب جدا فكانوا واخدين نفس النهاية حرف ال او دي كده اسمها يعني نهايات المجموعة الاولى ايه هي النهايات دي ان انت بتحزف ال او اغل في المصدر وبتحط بدلها نهايات الج اخدت او التو اخدت او اس ال و ال و اون اخدوا النهاية ال او زي الج اه زي الضمير ج انا هقفل ال record دلوقتي وهجيب كده مجموعة افعال كده يكونوا مجموعة اولى وانتو اللي حتصرف يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان اي فيرب مجموعة اولى ليه طريقة ثابتة في التصريف يعني ايه مجموعة اولى هي الافعال اللي بتنتهي باو اغ بنعمل فيها ايه بنخلي الاو اغ دي بنحزفها عند التصريف وبنحولها او بنحط بدلها مع الضمير ج النهاية او مع الضمير ت نهاية او اس مع ايل و ايل و اون نهاية او زي ج او زي الضمير ج بالزبط طيب جينا هنا مع الضمير ج بالتحديد اتحول لجو افاستروف ليه لان الفرب اللي بعده جاي بادئ بفويل فلو فضلنا نكتب كده مش هنخلص طب نحل مشكلة الخروف المتحركة بايه بتيجي حلالة المشاكل اللي هي الافاستروف تمام يا حلوين انا كده خلصنا النهاردة طيب انا كده خلصت النهاردة اقول لكم اخسيبوكو ايو غي فار ايو غي فار ايو غي فار